حيث نراحب مرة أخرى بضيف سيد فؤاد أبو حجل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني كنت قد سألتك قبل أن ننتقل سيدي إلى بيت لحم ونرى الأوضاع الميدانية هناك والشبكات بين قوات المحتل وكيف يقوم بقمع المتظاهرين أن الموقف الفلسطيني الموقف الرسمي هل هو كان حجة أيضا للمجتمع الدولي في مواقفه الباردة تجاه ما يحدث وتجاه سقوط العشرات من الشهداء وأيضا نلاحظنا أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا يطالبون بوقف التصعيد بين الطرفين وكأن موازين القوى بين الشعب أو المحتجين المتظاهرين السلميين والمحتل المتكافئة كيف ترى ردود الفعل المجتمع الدولي؟ نعم ربما كان موقف السلطة الفلسطينية يساعد على تبريد المواقف الإقليمية والعربية والدولية إذا الجريمة الكبيرة التي جرت في فلسطين أمس وربما تتكرر اليوم وفي مناسبات أخرى لكن في الواقع الفلسطينيون تعودوا على هذا الموقف المتواطئ وعلى هذه الردود والمواقف الباردة تجاه ما يجري لهم من عشرات السنين العالم المنحاز لإسرائيل لا يحتاج إلى مبرر لكي يؤكد انحيازه للجريمة الولايات المتحدة التي تكرر دائما المقولة السخيفة أن من إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تقدم هذه المقولة وكأن الفلسطينيين هم الذين يملكون طائرات الـ F-16 ومنظومات الصواريخ والأسلحة الفتاكة أيضا أود الإشارة إلى تفصيلة إشارة إليها الزميل أحمد البديري مراسلكم في القدس عندما قال أن أحد أعضاء المجموعة الأمنية المصجرة في حكومة بن يمين نتنياهو دعا إلى العودة إلى استئناف الإغتيالات ضد الفلسطينيين هذا في الواقع ربما يجد من يستثمره من الجانب الفلسطيني في العودة إلى الإغتيالات للشخصيات الإسرائيلية وأيضا اعتبار المستوطنين الغرباء في الأرض الفلسطينية المحتلة أهدافا للإغتيال إذا كانت إسرائيل تريد أن تدافع نفسها بهذه الطريقة فالفلسطينيون أيضا لديهم تجربة وربما يلجونها أيضا من ردود الفعل الدولية ومن أيضا ردود فعل أمريكا أنها قامت أو عرقلت دعوة أممية من أجل إجراء تحقيق مستقل في الأحداث الدامية التي شهدتها فلسطين والتي شهدتها غزة أمس كيف ترى مواصلتها لاستفزازها لشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية؟ في الواقع هذا يرد ويدحض مقولة المرأة التي تمثل أمريكا في الأمم المتحدة والتي كانت تقول أن المنظمة الأممية تحولت إلى مركز لعقاب إسرائيل فقط وجود أمريكا في مجلس الأمن الدولي وامتلاكها لحق النقد يحول الأمم المتحدة عمليا إلى مكان للتجاوز ولغض الطرف ولغض البصر عما ترتكبه إسرائيل من جرائم الأمم المتحدة وحتى مجلس الأمن أصدر العديد من القرارات الدولية التي تلزم إسرائيل بالتوقف عن هذه الجرائم إسرائيل لم تحترم أي من هذه القرارات لم تلتزم بأي منها وكانت دائما ترفض وتباهي برفض هذه القرارات تحت رعاية وحماية أمريكية في الواقع هناك تشابه كبير في الحالتين اليهود القادمون إلى فلسطين هم غرباء قدموا إلى أرض غيرهم واحتلوها والسلطنوا فيها وأعتقد أن التاريخ الأمريكي يثبت أن الأمريكيين كانوا كذلك سبعون عاما على النكبة هل ترى أن الأحداث وتطورات هي هي التي كانت في ظرف سبعين عاما والتي هي الآن مع دعم الأمريكي الواضح لإسرائيل ولمحاولته لدفن القضية الفلسطينية يعني اختلفت الظروف كثيرا وتغيرت المواقف كثيرة تغيرت إزاء السرع الجاري قبل بضع سنين فقط لم نكن نتوقع أن يكون هناك تمثيل إفريقي مثلا في حفل قميء مثل حفل نقل السفارة الإسرائيلية لكن 12 دولة أفريقية حضرت هذا الحفل المشؤوم في كل الأحوال في كل الأحوال سيواصل الإسرائيليون الغرباء وسيواصل رعاتهم الأمريكيون محاولة التعتيم على القضية الفلسطينية ودحرها عن موقعها المتصدر لقضايا الصراع في العالم كآخر قضية حرية لدى شعب على وجه الكرة الأرضية سيحاول العمل على ذلك لكن رد غزة ورد الخليل ورد بيت لحم الآن ورد رام الله يثبت أن هذا الهدف الإسرائيلي الأمريكي الذي يمكن أن يشاركهم به بعض الأطراف الأخرى غير قابل للتحقيق بل إنه مستحيل سيتواصل النظار الفلسطيني ليس لدينا أوهام بأن فلسطين ستتحرر غدا أو بعد غد ولكن القضية لن تموت وعلى الأقل هذا إنجاز يتبنى الجيل الفلسطيني يعني هل يبقى هنا الرد يقتصر فقط على الشعب الفلسطيني هو فقط من يدافع عن قضيته ويقدم شهداء هل سيستمر الوضع على ما هو عليه سيستمر الوضع على ما هو عليه إذا استمرت الخارطة السياسية في المنطقة على ما هي عليه وفي العالم لكن الشعب الفلسطيني شعب مبدأ شعب قادر على اشتراح وسائل توقض النائمين وقد يفعل ذلك قريبا طيب بنسبة للدول التي حضرت أمس افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة هل تعتقد أن هذه الدول سوف تحدو نفس حذو أمريكا وتنقل سفاراتها إلى هناك أو كان مجرد ضم أو فقط مشاركة أمريكا لإحتفالها هذا المشؤوم في كل حوال بغض النظر سواء نقلت أم لم تنقل وجود إسرائيل في القدس أصلا بالنسبة لنا حالة مؤقتة مرهونة بما سيحمله الصراع في القادم من المراحل والأزمان والتاريخ بحتميته يضمن انتصار الثورات أصلا ويضمن انتصار الشعوب المطهدة أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس مصيرها الزوال لأن القدس كلها لن تكون إسرائيلية إلى الأبد ربما في تقديري أن أعمار بعض الدول قصيرة لكن الزمن الذي يملكه الفلسطينيون لتحقيق أهدافهم هو زمن مهما طال يظل قصيرا نعم شكرا جزيلا لك سيدي المحلل السياسي الفلسطيني سيد فؤاد أبو حجلة كنت معي هنا في الأستوديو شكرا شكرا